لا تزال الشرطة اليابانية تحقق في الدوافع المحتملة للهجوم على منشأة تضم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة لهذا الهجوم قتل ما لا يقل عن 19 شخصاً كما أصيب 25 آخرون بطعانات غادرة في جنح الظلام هذا محزن للغاية عملت هناك لبعض الوقت ومن المؤسف أن هؤلاء الأبرياء كانوا هم الضحايا لذلك يصعب علي تصور ما حصل يقف خلف وقعة القتل الجماعي الأسوأ منذ عقود في اليابان رجل سبق أن كان موظفاً بالمنشأة قبل أن يتم ترده لأسباب من المنتظر أن يكشف عنها تقرير الأجهزة الأمنية والقضائية كما يتوقع أن توضح التحريات خلفية تصريحات منسوبة للمشتبه فيه تتحدث عن القتل الرحيم لصالح المصابين بإعاقات بالغة في الغالب يصعب دبط الفعل الإجرامي عندما يقوم شخص بتفجير نفسه أو يمسك بسكين أو بندقية لقد توجه هذا الشخص في وقت متأخر من الليل وفاجأ الضحايا وهمنيا لا أستطيع تصور كم هو وحشي هذا الفعل الإجرامي وما حصل يفرض علينا البحث عن طرق لتفادي ما وقع في القادم من الأيام لم يتردد المشتبه في تنفيذه للهجوم في تسليم نفسه للشرطة بعد أن ترك وراءه حقيبة ملأة بسككين وحدة منها ملتخة بالدماء وقد تروحت أعمار القتل في هذا الهجوم بين ثمانية عشر وسبعين عاما من بينهم تسعة رجال وعشر نساء